اللقطة دي يا شباب لقطة عادية جدا ما فيهاش اي حاجة مبهرة بس اي رأيوكو لو حولناها اللقطة سينمائية زي اللي انتو شايفينها قدامكم دي بالزبط كل ده بمنتهى السهولة والبساطة باستخدام الدافينش ريزولف تعالوا نشوف الدرس ده مع بعض اهلا بكم يا شباب معكم بيتر شكري وعارف ان انا بقالي فترة كبيرة ما نزلتش حاجة على الدافينش ريزولف بس النهاردة جايب لكم درس مهم جدا 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 وهو فكرة السينماتيك لوك بقى انا كتير متكلمناش عليه تعالوا النهاردة يا شباب نعمل كده ولقطة ونخليها سينماتيك نخليها بشكل احترافي جدا زي اللقطات المشهورة جدا في الافلام الاجنابي وافلام نيتفليكس طبعا اللوك اللي انا هعمله النهاردة ده لوك مشهور جدا جدا وهتلاقوني كمان سايب لكم اللوك ده في الصندوق الوصفة علشان لو حابين تنزلوه على طول ده اللوك اللي انا اشتغلت به يعني اللي انا عملته هنزلو لكم في صندوق الوصف عشان لو حابيتوا تشتغلوا به على طول ترموه على طول على الفيلم بتاعكم ويديكم اللوك كده بس لازم طبعا الفيلم يكون متصور كويس طبعا ده بيشتغل على وبشتغل على آآ خلاص فخلينا كده نجيب اللقطة بتاعتنا من برا على طول اللي احنا نشتغل عليها يا شباب ونشوف هنعمل فيها ايه دي اللقطة بتاعتنا اهي لو انا جيت دست كده بلاي عليها دي شكل اللقطة بتاعتنا او شكل الفيديو بتاعنا اللي احنا عايزين نلوينه بشكل احترافي او اللوك المشهور اللي انتو شفتوه كده في المقدمة خلاص فتعالوا مع بعض كده هننزل اللقطة دي على هنا كده او على بتاعنا زي الفل هندخل هنا كده على على ونركز جدا في كل كلمة هتتقال في الدرس ده لانها مهمة جدا 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 يا شباب طيب هنا اول حاجة بنعملها عندي النود الاولاني ده كده اول حاجة بعملها عليه ان انا ببتدي اضبط الاضاءة بتاعت المشهد بتاعي اللي هو هو والشادو والحاجات دي كلها فبعمل ده ازاي? انا عندي هنا كده تلات قوائم. عندي هنا كده ال rather وعندي هنا كده طيب. وعندي هنا كده لازم اكون فاتح بتاعتي على بالشكل ده واخليها بفيض وايسويد طيب ازاي بنقدر نعمل ده. انا عندي هنا كده شايفين العلامة دي دي العلامة بتاعت خلاص باجي افتحها كده. باجي اختار من هنا كده. الويف فورم دي الخاصة بالانارة بتاعة المشهد او آآ تمام? وببتدي دوس على من هنا كده وبخليها بدل ما هي يعني مش بخليها بس كده. كده متلونة. انا بشيلي من هنا كده علشان تبقى ابيض واسود. تمام? فبخليها بالمنظر ده قدامي. وطبعا مهم جدا. آآ يعني كنت اتكلمت عليها في دروس قبل كده راجعوا الدروس بتاعة هتلاقوا ان انا اتكلمت كتير على فكرة طيب انا عندي هنا كده بتاعتي رفع الفوق شوية فانا هبتدي ان انا انزلها بنزلها ازاي? عن طريق الكيرف ده او عن طريق من هنا. طيب لو انا عايزة انزلها بالكيرف باجي امسك طرف الكيرف من تحت كده وهبتدي ان انا انزل البلاكات بتاعتي لتحت بالشكل ده. طبعا مهم جدا ان انا ما زودش آآ التنزيل بتاعي. انا منزلش زيادة عن اللزوم علشان المناطق السودة او الغمقة ما تبقاش سودة. يعني بصوا البنطلون هنا كده. البنطلون ده كده اسود. وهنا المنطقة دي كده آآ بني شوية. فلو يتنزلت الزيادة عن اللزوم بصوا كده. المنطقة اللي كانت بني شوية بتادت تبقى اسود. يعني معالمها راحت وهنا كده ابتدت الحاجات تبوز. فانا مش هنزل زيادة. مجرد بس مطرف البلاك يوصل لغاية الزيرو. انا بسيب. وطبعا دي آآ يعني حاجة مهمة جدا لازم يكون عارفنا. بعد كده بمسك هنا الهايلايت. الهايلايت من فوق كده. وابتدي ارفعه لغاية الالف تلاتة وعشرين. فباجي على طرف الكرف من فوق كده. وبتدي ان انا ارفع الهايلايت شوية. دي المناطق المنورة في الصورة. طبعا الهايلايت هنا كده. اللي هي المناطق اللي اللي لونها ابيض او الفتحة في الصورة. لو زودت زيادة عن اللزوم هتلاقي ان المناطق الفتحة دي بتادي تلسع معايا. خلاص فانا مهم جدا ان انا مجرد ما توصل هنا اعلى نقطة عندنا اللي هي الف تلاتة وعشرين مجرد ما تخبط فيها خلاص انا بسيب كل حاجة. خلي بالكم اعلى نقطة هنا موجودة في الطرف ده بصوا. الطرف ده اهو في نقطة صغيرة هنا كده اترفعت. لو زودت زيادة عن رزوم المنطقة دي كده هتبقى ملسوعة عندي. خلاص? لو حبيت اتحكم في المناطق المناطق اللي في النص ببتدي امسك طرف كده من النص. طب لو انا عايز اعلي ووطي الحاجات دي من خلال هنا. نفس الكلام انا عندي هنا كده ده اللي هو الجزء اللي من تحت اللي هو البلاكات. وعندي ده اللي هو الجزء اللي من فوق اللي هو الهايلايت. وعندي اللي هو الجزء اللي في النص اللي هو والاوفست اللي هو كل الحاجات دي تقدر ترفعها كلها الفوق او تنزلها كلها لتحت. فده مهم جدا. يبقى انا اول خطوة عملتها زبطت كده النود الاولاني على الاضاءة. يعني نورت المشهد بتاعي كويس جدا. فهبتدي ارفع كمان سنة كده اهو. كده ان انا ورت المشهد بتاعي. طيب لو حبيت اعمل مقارنة ما بين الفيديو القديم والجديد بعمل ايه? بدوس لو انا طبعا ماك بدوس على دي ولو انا آآ ويندوز بدوس على دي. بصوا كده. ده المشهد القديم افل النوت دي. ولو دست كده فتح لي النوت تاني. بصوا كده كان المشهد القديم شكله كده. لما عدلت عليه اصبح شكله كده. فده مهم جدا جدا يا شباب. طيب بعد كده هبتدي اعمل ايه بقى علشان اعمل اللوك اللي انا عايزه ده. دي حاجة مهمة جدا. هبتدي اعمل نوت جديدة. بعمل نوت جديدة ازاي? بدوس على او او لو انا لو انا عملت نوت جديدة بالشكل ده. هبتدي بقى اضيف اللوك اللي انا عايزه. تعالوا كده نشوف اللوك المشهور ده بيتضاف ازاي? لو انا دخلت كده على هنا كده طيب ايه الفرق ما بين وما بين ده لما باجه اتحكم في الارقام اللي موجودة. يعني مسلا اتحكم في رقم الشادو او او هنا بيتحكم بارقام يعني لو انا حركت حركة جمدة كده هتلاقوه ان هو اتحرك حركة بسيطة من فوق خلص شايفين? شايفين هنا كده على اللي عندي بصوا لما باجي احرك كده بيتحرك حركة بسيطة جدا من فوق. طيب اما لو انا دخلت على اه اه وبتديت ان انا احرك كده بصوا الحركة بتبقى جمدة جدا. شايفين تأثير على الفيديو نفسه شكله ايه? فطبعا لو انت عايز تتحرك بشكل بسيط جدا بتدخل على لو انت عايز تخلي اللون بتاعك بقى ايدي لون جامد في الفيديو بتاعك او في الكليب اللي انت جايبه وتدخل على طيب حلو جدا. هاجي ادخل على بالشكل ده وهبتدي ااجي على من هنا كده. انا خلي بالكم انا عامل على النود الجديدة. وداخل على الشادو. هبتدي اوديها ناحية الجزء اللي من تحت هنا. فهبتدي امسك النقطة الصغيرة دي ووديها ناحية السيان. انا عملت دلوقتي يا شباب انا حولت المناطق الغمقة عندي لللون السيان. بصوا كده المنطقة دي. لو انا جيت قفلت هنا كده النوت دي. بصوا تعالوا نقفل النوت دي ونجرب. لو انا دست على كومند دي او كنترول دي. بصوا كده. كده بصوا اه المنطقة دي كانت شكلها كده. لما عملت السيان ده اصبح شكلها كده. يبقى المناطق الغمقة عندي حولتها للون العشان اطلع اللوك اللي انا عايزه. طيب حلو جدا وبعدين طبعا تقدروا تزودوا شوية كمان لو انتم عايزين بالشكل ده هنزود شوية. تعالوا نقفل كده او بصوا اهو. فانا حولتها للون. طيب هدخل بقى او هطلع برا كده على وهاجي على الجزء الجاما اللي هو اللي في النص ده. وهبتدي ان انا ارفع الدايرة دي لغاية اه حتة معينة كده في البرتقاني. على حسب بقى اللوك اللي عايزه. فاتطلعها ناحية البرتقاني بالشكل ده. خلاص يا شباب. تعالوا نقفل النوت دي. بصوا. الشكل كان كده. اصبح الشكل كده. بعد كده باجي على وبودي ناحية شوية. بخلي الفيديو بتاعي كده شوية. بالشكل ده. ممكن ازود هنا كمان سنة في البرتقاني. فبصوا كده. الشكل اصبح عندي شكله ايه? لو جيت عملت كده كبرت. بصوا كده. شايفين? طيب اللوك الاساسي خالص بقى لو انا عايز اشوفه بادوس على ايه? على او دي. ده كان في الاول خالص. دلوقتي بتاعي اصبح شكله كده. لو جيت عملت كده. بصوا يا شباب اللي حصل عندي الفيديو بتاعي بيه سينماتيك واللوك بتاعي بيه جميل جدا. طبعا تقدروا تطلعوا على النود الاولاني ونعدل فيه لو احنا عايزين. ممكن انزل هنا شوية. فانا ممكن اعمل كده المناطق دي تغمق شوية كده هون. بصوا كده اللوك كده. لو انا نزلت كمان كده. بصوا كده اللوك شكله ايه? لو انا عملت كده. او قلت دي. بصوا. كان اللوك بتاعي في الاول خالص شكله كده. اصبح اللوك السينمائي المشهور جدا في الافلام الاجنابي بالشكل ده. طبعا لو الدرس عجبكم يا ريت ندوس لايك على الفيديو يا شباب ونشاري الفيديو في وسائل التواصل اجتماعي. وكمان اللي لسه ما اشتركش في القناة يا ريت ينزل دلوقتي يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديو الجديدة. شكرا لكم واشوفكم في درس جديد من دروس دافينشي ريزولف.